من رميش جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف أهلا بك ناهد ومن الحدود الشمالية الإسرائيلية أيضا ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأخبر أهلا بك معنا رائد أبدأ من عندك ناهد كيف يبدو المشهد اليوم؟ رشل يوم المواجهات هي في أكثر من نقطة في عيت الشعب في عيت رون وأيضا في مثلث رب 30 والعديسي والطيبي نبدأ من عيت الشعب حيث لا تزال المواجهات مستمرة لليوم الثاني عشر على التوالي يمكن أن نشاهد صحب الدخان جراء كل الاستهدافات الإسرائيلية ولكن بعضها أيضا قد يكون ناتجا عن تدمير دبابتين إسرائيليتين في تلك المنطقة بحسب ما كان أعلن حزب الله الذي كان قال بأنه فجرا تم استهداف دبابة مركافة إسرائيلية في محيط عيت الشعب وبعدها عند الساعة الثانية عشر ظهرا أعلن بأن الاشتباكات مستمرة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والأسلحة الصاروخية وهي مستمرة حتى هذه اللحظة وعندما كانت هذه الاشتباكات تحصل من مسافة صفر حضرت دبابة إسرائيلية ثانية لإسناد القوى المشتبكة وبالتالي تم أيضا استهدافها بصاروخ موجهة مدام ما أدى إلى احتراقها واشتعالها وبعدها بدنا نشاهد صحوب الدخان الأسود هذا لذلك قد يكون ناتجا عن إما حرائق مندلع جراء الاستهدافات أو بالفعل عن تدمير هتين الدبابتين التي أعلن عنهما حزب الله أما في بلدة عيتارون حيث منذ يوم أمس أو منذ ليل أمس أعلن الحزب عن استهدافات لتجمعات لجنود إسرائيليين في أكثر من مرة في بلدة عيتارون منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة الاشتباكات مستمرة في تلك البلدة نسمع بين الحين والآخر إطلاق القذائف المدفعية باتجاه بلدة عيتارون ما يدل على استمرار الاشتباكات حزب الله قال بأنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين داخل البلدة وبعدها استهدف تجمعا آخر في موقع المالكية موقع المالكية هو موقع مطل تماما على بلدة عيتارون ومنها كانت تتقدم هذه القوات الإسرائيلية إلى داخل البلدة أما بالنسبة للمحور الآخر أي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان نتحدث عن مثلث رب 30 والعديسي والطيبة لا تزال الاستهدافات مستمرة في تلك المنطقة قصف بالمدفعية وبالقذائف الفوسفورية غطت تلك البلدات بالإضافة إلى طبعا غارات إسرائيلية في كل البلدات إن كان هذه البلدات التي تحدثنا عنها وحتى إن كان في عيد الشعب وعيد ترون مع تواصل هذه الاستهدافات وتواصل محاولات الدخول إلى تلك المناطق لذلك يكثف سلاح الجو من هذه الاستهدافات أيضا كان حزب الله أشار إلى أنه استهدف قوات إسرائيلية عند مثلث العديسي ورب 30 والطيبة في إشارات إلى استمرار هذه المواجهات كما استهدفت تجمعا في مستعمرة المنارة وتجمعا آخر في موقع مسكاف عام هذا الموقع المطل تماما على بلدة العديسي غير ذلك كانت الرشقات الصاروخية تتوالى منذ حوال الربع ساعة كنا رصدنا رشقة صاروخية جديدة أطلقت من جنوب لبنان مع انفجار أعداد من الصواريخ الاعتراضية حزب الله كان اليوم أعلن كما ذكرت عن استهداف مدينتي صفض ونهرية بالإضافة إلى قاعدة سانجين بين نهرية وعدك هذه القاعدة تتعلق أو هي قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية بالإضافة إلى استهدافه صباح هذا اليوم قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية إذن هذا مجمل الاستهدافات الذي حصل اليوم المواجهات كما ذكرنا هي من هذه النقاط الثلاثة التي تحدثنا عنها وهي مستمرة حتى هذه اللحظة بمختلف أنواع الأسلحة بالمقابل إسرائيل تواصل من شنها لعدد كبير من الغارات على البلدات الحدودية وبلدات في العمق الجنوبي كانت أخرها على جبشيت على ياطر حيث تم استهداف الجيش اللبناني ما أدى إلى مقتل ضابط في الجيش وعنصرين أثناء قيامهما بإخلاء الجرح الذين سقطوا جراء غارة سابقة في تلك المنطقة وبالتالي هو تتكرر هذه الاستهدافات للجيش اللبناني في مختلف المناطق في الجنوبية وكان أخرها اليوم قبل أيام كنا أيضا شهدنا استهدافا آخر أدى أيضا إلى مقتل جنود في الجيش اللبناني رشا نعم ناهد تحول إلى رائد